حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا سعيد عن قتادة أن صالحا يعني أبا الخليل حدثه عن عبد الله بن الحارث بن نوفال أن أم حكيمين بنت الزبير حدثته أن نبي الله صلى الله عليه وسلم دخل على ضباعة بنت الزبير فنهس من كتف عندها ثم صلى وما توضأ من ذلك حدثنا روح قال حدثنا سعيد عن قتادة عن صالح أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث بن نوفال عن أم حكيمين بنت الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أختها ضباعة بنت الزبير فنهس من كتف ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ قال أبي وقال الخفاف هي أم حكيمين بنت الزبير حثنا معاذ يعني ابن هشامين قال حدثني أبي عن قتادة عن إسحاق بن عبد الله بن الحارث بن نوفال عن أم حكيمين بنت الزبير أنها ناولت نبي الله صلى الله عليه وسلم كتفاً من لحمين فأكل منه ثم صلى أم حكيمين بانا أم حكيمين في ده أم حكيمين على رية أم حكيمينiene أول استمع سبقار pec